نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة الأخيرة في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات شهر الصيام لقد كرمت نذيرا ونويت منا بعد الإقامة رحيلا طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعى المهيمن فيه بكرة وأصيلة يا سلام لما نسمع أحلى الابتهالات في توديع شهر رمضان المبارك من الشيخ العبقري فضيلة الشيخ محمد عمران وهو يطربنا ويقول يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا تعالوا نسمع إلى هذا الابتهال الجميل لفضيلة الشيخ محمد عمران وهو يودع شهر رمضان يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر بي غفر الكريم ذنوبنا وبه استنام الله كل دعانا يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام شهر الصيام شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر به غفر الكريم ذنوبنا به استجاب الله كل دعان شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن شهر به الرحمن ودعي الهموم وكن عن همومك معرضة زي ما قال الشاعر كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلربما وسع المضيق وربما ضاق الفضى ولرب أمر معسر لك في عواقبه رضى هذه الكلمات الجميلة توشيح جميلة لفضيلة الشيخ طه الفشني وبطانته تعالوا نستمتع ونستمع لتوشيح كن عن همومك معرضة كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى كن عن همومك معرضة وكل الأمور وكل الأمور إلى القضى إلى القضى إلى القضى كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وكل الأمور إلى القضى واشر بخير عاجل واشر بخير عاجل واشر بخير عاجل كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى واشر بخير عاجل واشر بخير عاجل كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وإن القضى واشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى ما قد مضى أمدحي المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول أمدحي المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول صاح سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور سمعين الكلمات الجميلة دي سمعين اللحن الجميل ده هنسمعوا دلوقتي من فضيلة الشيخ محمد الفيومي وبطانته من الألحان فضيلة الشيخ اسماعيل سكر مؤسس دولة الابتهالات والتواشيح في القرن العشرين ولما خسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلاما دعوة مني زندي دعوة مني زندي دعوة مني زندي دعوة مني زندي فلما قلت بعفوك ربي كان عفوك أعظم دعوة مني زندي وما دلت دعوة مني زندي لم تخت فما زلت زعف فما زلت زعف عن الزنب لم تهل تجود وتعفو مِنَّتَانُ وَتَكَرُمَا بذكر الله بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقواه إسعاد ونور فعلاً ما أجمل ذكر الله ما أجمل أن تجعل دائماً ذكر الله على لسانك يقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب هنعيش دلوقتي مع ابتهالات بذكر الله لفضيلة الشيخ محمد الهلباوي نعيش هذه الدقائق ونستمتع مع صوته الجميل بذكر الله بذكر الله لفضيلة الشيخ محمد الهلباوي وفي تقواه إسعاد ونور بذكر الله وفي تقواه إسعاد ونور بذكر الله بذكر الله بذكر الله وفي تقواه إشراق ونور وذكر الله وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير وفير فكل أوامر المولى مطيعا فكل أوامر المولى مطيعا فبالطوات تنصالح الأمور فكل أوامر المولى مطيعا فبالطوات تنصالح الأمور وبالأخلاق وبالأخلاق تحيا في أمان وبالتقوى يليل لك العزير أعزائي السميع كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك ربنا يا رب يعيده عليكم على الأمة الإسلامية بالصحة والستر والسعادة ونتمنى من الله أننا نكون أسعدناكم طيلة شهر رمضان الكريم ونكون وفينا حق مشايخنا في كلامنا معاهم ويكون تناولنا لسيرتهم الزاتية وأعمالهم يكون بشكل يعني طيب ونكون احنا وفينا حقهم على أكمل وجه كل عام وحضراتكم بخير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بكده أعزائنا المشاهدين انتهينا من حلقات السميعة في شهر رمضان الموسم الثاني نقول لكم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نلتقي على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع ولكلامه نستمع كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نادت بك أصل الكرام الكرام نادت بك أصل الكرام الكرام نادت بك أصل 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 الكرام اشتركوا في القناة